يمضي كورونا قدما بحربه الشعوى قاطعا شوطا من القسوة في الدول العظمى رغم قدراتها العلمية الهائلة فما بالك بالدول المتهوية وهي تترنح أمام هجماته القاتلة العراق واحد من تلك الدول المترنحة ولا أحد يعلم في أي لحظة يتحول إلى بؤرة لتفشي الوباء كإيران وإيطاليا وإسبانيا في ظل واقع خدمي وسياسي وأمني واقتصادي وصحي متهالك صحيفة ميدل إست مونيتور كشفت عن انعدام التجهيزات بمستشفيات العراق والرعب الذي تعيشه الكوادر الطبية وهي تستقبل المصابين بالفيروس في وقت لا تملك فيه من أسلحة مواجهته شيئا لا أمان مع كورونا في أي مكان هذا ما نقلته وكالة رويترز عن مدير الصحة العامة في محافظة ذقار الدكتور حيدر حنتوش الذي كشف بأن الأرقام الحكومية مجرد قشرة تخفي وراءها وباء يتفشى دون أن يتم اكتشافه في المدن المزدحمة محذرا من تحول العراق إلى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالفيروس بوجود حدود سهلة الاختراق مع إيران ونقص حاد في أجهزة التنفس الاصطناعي حتى أن بعض المستشفيات لا تملك غير عشرة أجهزة فقط أمام مئات الإصابات بالوباء وفقا للوكالة نفسها لم تعد بنا طاقة للصمود ارتفاع أعداد الإصابات بات وشيكا هذا ما يقوله أطباء العاصمة بغداد وهم يسابقون الزمن لاحتواء الفيروس وقد رسم القلق ملامحة على وجههم وهم لا يملكون من قدرات لمكافحته شيئا فيما تعقد الحكومة الأمر فتمنع الكوادر الطبية من التصريح لوسائل الإعلام خشية افتضاح إجراءاتها المترهلة غير آبهة بما قد يقع للعراقيين لكن الفضيحة الكبرى للحكومة كشفتها مصادر برلمانية قالت إن هناك أربعمائة سرير فقط للعناية التنفسية في عموم البلاد فيما تبنك ألف سرير للعناية المركزة مع العمليات وأمام هذه المصائب التي تلاحق العراقيين لا يجد الأطباء غير توصية الناس بالتزام بيوتهم تجنبا لانتقال العدوى فلا أسرة كافية للمصابين ولا أجهزة تنفس ولا يجد الأطباء من المستلزمات الطبية ما يمكنهم من معالجة أو معاينة المصابين بالوباء وبين هذه الأزمات المشتدة يترقب العراقيون قادم الأيام بحذر وهم يواجهون مصيرهم المجهول أمام غزو كورونا ترجمة نانسي قنقر